جربت تعمل tutorial وفشلت انك تخلي الكمبيوتر يسجل صوت البرنامج طب جربت voice meter banana جربت اختراعات تانية منفعتش معك تعال اقولك انا بعملها ازاي الفيديو ده وتتعمل باي ريكويست من كذا حد فبتالي دي حاجة مهمة بالنسبة لكو مش عايز بقى اقول لكو عدد لايقات والجودة درماغوا الدنيا لايقات وكممنتات هقول لكو الزاتونة لاتخليكو تعرفوا تسجله tutorial على اي جهاز واي كارت صوت بدون يحصل معاكم اي مشاكل دلوقتي احنا قدامنا session session دوت مفوش حاجة غير snare وانا فاتح برنامج OPS كل برنامج هتكلم عنه هحطلكو الانك ليه في وصف الحلقة ديت فانزل تشوفوا الوصف عشان فيه حاجات مهمة تمام انا دلوقتي لو انت شايفين بتكلم في المايك بتاعي موجود في OPS اتعمل عن طريق ان انا دوست بلاس واختارت audio input capture ماشيه بعد ما عملتو بقى هيحصل glitch فحسكت وانا بفتح filters بعد ما عملتو دوست كده واختارت filters عشان احط حاجات على الصوت بتاعي بقى الصوت بتاعي معمول له mix دي اللي تشين اللي انا حطتها على الفوكل بتاعي اول حاجة عندنا voice denoise لان انا فاتح التكييف ما بقفلوش وانا بسجل ولان المايك اللي انا بسجل بيه الترطوريال ده ما هواش اعظم مايك ده حاجة من شركة بويا بعد كده عندنا mouse to click علشان نشيل هذه الحباشتكنات بعد كده عندنا نكتر cue مقل شوية limit ومستخدمه كdiacer كل ما اعمل هتلاقيه هو بيهجم على الجزء دوت بيهدي الحدة بتاعته بعد كده عندنا compression هوات عشان خاطر لو انا بتكلم مثلا وقمت مزعق في حتة فبيبدأ هو ينزل على الجملة اللي انا زعقت فيها بعد كده عندنا ديacer تاني عشان ييجي على يهدي الحدة بتاعتها ما تبقاش مزعجة بالنسبة لنا بعد كده عندي limiter عشان الصوت يبقى عالي مع التوتوريال اللي انا بتشغيلها لو بشرح لقه على اغنية وحاجة زي كده يبقى الصوت بوش تسمعوه اللي بيهصل جواسي حتى نتلاقوه عالي وتلاقو الصوت بتاعي صغير فما تعرفوش تسمعوه التوتوريال وإيه اللي بيهصل جواه دي اللي تشين اللي مخطوطة على المايك كمان لو عملت كده وجبت Advanced هتلاقي ان مايك عامله مونو لانك لو ما عملتش مونو الصوت بتاع المايك هيجي ناحية اليمين او ناحية الشمال حسب انت خطه فين في ال Audio Interface فدي مهمة جدا حاجة كمان بعملها اكسترا ان انا بعمل Shortcut في الكيبورد عشان لما ادوس عليه صوته المايك يتقفل عشان لما اشغلوكه اغنية من جوه Pro Tools من جوه Studio One من جوه اي حاجة تبقوا بتسمعوه صوته الاغنية من غير ما المايك يكون بيلقوا صوتها من السماعات وهي ان انا باجي في الشورتكات بتاعتي انهاتت F12 يلغي التسجيل اصلا يعني يوقفو وحاطت لو نزلنا كده هتلاقي 9 في النوم بعد فمهم برضو انك تظبط شورتكات تساهل عليك الشغل زي ما انتو شايفين طول ما انا بتكلم هادلوقتي صوت المايك بتاعي موجود وشغال لو دست 9 وبتكلم هتلاقي انه مفيش صوت بيتنقله قبل ما دست 9 يرجع الصوت تاني اشتغل دوت نص الرحلة انت لسه ما عملتش لايك عيب والله انا بقول لكم حاجات قعدت سنين عشان خاطر اعرفها الجزء التاني بقى بننقل بقى الصوت اللي جوه الكمبيوتر ازاي بقص يا معل هتعمل حاجتين اول حاجة هتنزل بلاجن عاملها شركة اسمها كوكو ريبر هم هم اسمه كوكو تمام البلاجن ديت في لي فيها بلاجن اسمه ريستريم بلاجن اللي هو اسمه ريستريم دوت بتحطه على الماستر انا مثلا حطه قابل الصونر وورك عشان خاطر ما ينقلش ليكم الايكيو اللي انا مصلح به المشاكل اللي موجودة في القوضة بتاعتي وبتختار منه كده لوكال برودكاست وبتقوله سند اي بي او ميدي فانت كده اخترت ان دوت بيسند يعني ايه بيسند يعني بيبعث الصوت اللي جوه البرنامج لبرنامج الاو بي اس بتروح بقى على برنامج الاو بي اس بتعمل امبوت تاني بعد ما تعمل الامبوت تاني دوت بص لو انا جيت عملت كده انا عمل رينام وعمله ريستريم وجيت دوست فلتر لما بدوست فلتر هتلاقي بيولاك تقدر تضيف في اس تي فالفي اس تي ان انا اخترتها انا اخترت نفس البلاجن يعني عملت من هنا زائد وكتبت هو كوكو وراحت هنا اخترت نفس البلاجن بس عملته ايه عملت ورسيف يعني عملت ويستقبل اول ما بتعمل كده لما بتيجي تشغل بقى الصوت جوه البرنامج انا هقفل صوت المايك عشان صوتي ما يظهرش وهروح شغل استوديو وان وهزهر لكم الاو بي اس تاني تسعة ولكم باك يبقى انا رجعت تاني اتكلم معاك وهتسمع الصوت بتاعي وحاول لو انت بتعمل شرح والشرحة ده هتشغل فيه صوت ما تتكلمش فوق الصوت اتكلم في الفراغات ما بين الصوت فيه بقى مشكلة اخيرة ممكن تواجهك لو جيت تعمل الموضوع دوت لو انت الاوديو انترفيز بتاعك صغير يعني ايه الاوديو انترفيز بتاعك صغير يعني ما فوش غير مدخل واحد ومخرج واحد كده الاوديو انترفيز بتاعك هيتلغبط ما بين الانبوت رقم واحد والاوتبوت رقم واحد عشان هو ما عندوش قبشانات كتير بتستطب بلاجين اسمه فيرشوال كيبل كل الحاجات قلتلك وانا حطت ليها لينك موجود في وصف الفيديو دوت لازم تنسى تشوفه وتحملهم وتتفرج على الفيديو كذا مرة عشان تعرف تحقق نفس النتيجة اللي انت سمعها بعدها بتستطب الفيرشوال كيبل دوت بتعمل ريستارت وبتيجي بقى على ريستريم تدوس على وتختار انه يبقى هو دوت الاوديو انترفيز بتاعك هو ده الازيو بتاعك بس بتعمل كده فين بتعمل كده في الريستريم ما بتعملش كده في المايك الخانة بتاعت المايك الامبوت بتاعها لما احنا بنيجي ندوس كده الامبوت اللي انا حطت فيه المايك عادي جد لكن الخانة بتاعت الريستريم لما بدوس تبقى فيرشوال كيبل كده انت تقدر تفتح اي برنامج عندك وتفتح Restream تخليه يعمل Send يعني يبعث الإشارة بتاعتك للOPS وبعد ما تعمل كده تضيف عندك Audio ال Audio اللي هو اسمه Restream Input Audio وبعدين تختار عليه نفس ال Plugin وتختار انه هو يكون Receive يبقى علشان تحقق دوت نعمل ريكاب كده بسرعة بتعمل اتنين دخول لل Audio واحد يكون المايك وتختار فيه ال Input بتاع المايك اللي انت مركب فيه المايك فعليا واحد تاني يكون دخول للصوت اللي جاي من البرنامج اللي انت بتستخدمه وبتختار فيه الكوكو وتختار ان الكوكو لستيم دوت يبقى Receive يبقى بيستقبل وتروح على ال Audio بتاعتك اللي انت بتستخدمها تفتح نفس ال Plugin وتخليه يبقى Send وتختار انه هو Local Broadcast يعني حاجة محلية مش من خلال IP يعني انت مش بتستخدمه في إزاع او حاجة زي كده عندك البرامج موجودة فاصف الفيديو جربته حصرت لك أي مشكلة تبلي في الكومنتات وأحاول أساعدك وحاولوا تنشروا المعرفة والعلم اللي عندكو حتى لو طلع فيه معلومة غلط أتمنى ان يكون حظوكو حلو واتقابلوا ناس نفوسها صفية تصلح لكم المعلومة بتاعتكو ونتشارك معلوماتنا علشان نطور المجال وكل اللي عنده معلومة يقدر يفيد بها حد تاني يفيده لو عجبتك الحلقة دي توحسنت ان انت استفدت منها حاجة طبعا دينا لايك وشير ولو كلم حلوة في الكومنتات يبقى قطر خيرك سلام اشتركوا في القناة